الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نحمده سبحانه وحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه لا نحصي ثنان على الله ربنا هو كما أثنى على نفسه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمد اللهم صل وسلم وزيد وبارك وانعم على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام صلوات ربي وسلامه عليه الإنسان هذا المخلوق الذي خلقه الله تبارك وتعالى وسخر له كل الكون والكائنات ليعبد الله عز وجل والإنسان لا قيمة له إلا بعبادته لله وذكره لله لذلك قال الله قل ما يعبو بكم ربي لو لا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزامه جاء في بعض الآثار وإن كان في سنة لها مقال ولكن يستاند بها وهي حكمة الحقيقة وردا علي رضي الله تعالى عنه سأل صحابه عن أي شيء أقوى ما هي أقوى مخلوقات الله التي خلق الله تعالى طيب جاءت حقيقة جاءت روايتان روايتان روايتين يعني ورد فنحن نشوفهم وفي النهاية نتيجة واحد يعني طيب فلما سأل هذا السؤال فكروا فكروا مليا فقالوا له أقوى شيء في هذه المخلوقات اللي احنا بنعرف يعني الحديد الحديد يعني قوي يعني فقال لي أقوى شيء الحديد وربنا أنعم علي نبي الله داود عليه السلام لا له الحديد وقال له الحديد فقال لهم علي رضي الله تعالى عنه ولكن الحديد تصهره النار قالوا إذن أقوى شيء النار قال ليهم ولكن النار يطفعها الماء قالوا إذن أقوى شيء الماء قال ليهم ولكن الماء يقله السحاب قالوا إذن السحاب أقوى من الماء قال ليهم ولكن السحاب تجري به الريح قالوا له إذن الريح والرياح أقوى من السحاب قال ليهم ولكن الرياح تصدها الجبال قالوا إذن الجبال أقوى من الرياح دي الرواية نحن لسه باقي الكلام ما تم طيب الريوية التانية عشان نربطه مع بعض قال لما قال لهم ما هو اقوى شيء قالوا له الجبال الجبل ده اقوى حاجة نحن حسب معرفتنا الجبل قال لهم ولكن الجبل يفله الحديد الحديد بيجي يقسروا به يحطموا به الجبال قالوا اذا نقوى شيء الحديد طيب الحديد يصحر بالنار الماء النار يضفع بالماء اقوى شيء الماء الماء يقله السحاب اقوى شيء السحاب السحاب يجريه الرياح قالوا اقوى شيء الرياح طيب يالله كده بديل الروايتين طيب لحد ما هناك قالوا الرياح بصدى الجبال قال لهم لكن للجبال الانسان الانسان بيجي يكسر الجبال ويعمل منه حجار ويعمل منه نحب وعمل منه ورواية الرياح قالوا الرياح يتصدى لها الانسان الانسان بيعمل لاي حاجة تصدى الرياح ويمشي في دربه فوصلوا لانه قال الانسان اقوى من كل ما ذكره طيب قال ولكن الانسان يغلبه النوم يقول لك النوم غلبني والنوم سلطان يا اخوانا يشوف الانسان ده بقوته دي كله لما النوم يتحكم فيه ما بيقدر عليه بالمناسبة شوف ممكن واحد يصبر على الطعام ما يأكل يصبر على الشراف فترة من الزمن لكن النوم صعب جدا اشكد النوم سلطان قال لي اذن النوم اقوى من الانسان معنا بالكلام ده قال ليهم ولكن النوم يذهبه الهم الهم الواحد المهموم ما بيقدر ينوم الهم والغم يذهب قال لي اذن الهم والغم اقوى من من النوم قال ولكن الهم والغم يزيله ذكر الله تعالى الواحد اذا ذكر الله ربنا بيطمئن يجعل القلب يطمئن قال الله تعالى الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله قال خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا باللغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طول الشمس وقبل الغروب قالوا إذن ذكر الله أقوى شيء قال لهم عرفتم فالزموا انتهى ما جاء في الأثر يعني انصح ذلك وعلى كل حال المعنى صحيح هو شيء يستأنز به يعني إذن قوة الإنسان في هذا الكل لأنه الكون مسخر لهذا الإنسان لكن مع ذلك الإنسان ضعيف يعني سبحان الله الإنسان قوي في طاعة الله ومرضات الله ولكن ضعيف عموما ضعيف قال الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفة هذا الضعف في الإنسان بيقوى بذكره لله تعالى لذا ذكر الله عز وجل وكان ذاكرا لله ولذلك سبحان الله ربنا قال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الشيطان بجانب الإنسان ضعيف بالمناسبة لكن الإنسان بجانب الشيطان ضعيف لمن يخفل عن ذكر الله تعالى ولذلك ربك قال سبحانه وتعالى استحوذ عليهم الشيطان ألاحظ ليستحوذ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون الشيطان عشان يتمكن من الإنسان ويستحوذ عليهم ويخليه ينسى ذكر الله تعالى وجاء في الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعضه بيجعله موقف على ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان واضع خيشومه على قلب ابن آدم الشيطان واضع خيشومه على قلب ابن آدم فإذا غفل العبد وسوسه غفل عن الله وعن ذكر الله وسوس وإذا ذكر العبد خنس الشيطان قال لأجل ذلك سمي به الوسواس الخناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس فإذا غفل العبد وسوس وإذا ذكر العبد خنسه طيب إذا بقى ذاكرا على الدوام كان قويا رسول الكريم عليه الصلاة والسلام أدانا توجيهات قال إذا كان آخر ساعة من العصر قال كفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر في هذه الساعة لمهم لمهم من الشارع الشياطين تنتشر في هذه الساعة قال عليه الصلاة والسلام واغلقوا أبوابكم وسموا الله فإن الشياطين لا تستطيع أن تفتح بابا مغلقا إذا قلت باسم الله وقفلت الباب الشياطين ما تقدر تفتحه من القائل؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال في الليل في داء بينزل فغطوا وخمروا آنيتكم خمروا غطوا يعني وسموا الله وإن لم تجدوا ولو أن تجعلوا عليها قضيبا عود أراك غطوا وسموا الله فإن الشياطين لا تستطيع أن تفتحه ما تقدر يعني تخيل لو خطيت لك عود وقلت بسم الله الشياطين ما تقدر تزح وأوكئوا السقاء السقاء القرب النحوة يعني مدخل لا مفتوح أوكئوا وسموا الله فإن الشياطين لا تستطيع أن تفتحها إذا ذكرت الله تعالى ولذلك هذا الإنسان قوته بقوة ذكره لله وعبادته لله تعالى لأنه بعد ذلك في معية الله عز وجل وفي حظ الله قال الله تعالى قل من يقلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربي معرضون فالإنسان عندما يكون ذاكرا لرب سبحانه وتعالى يكون في معية الله بعد ذلك ربنا بيسر للأمر كله عشان كده كان في حرز من الشيطان في بعض الأدعية زي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد فهو على كل شيء قدير يحسن ببقى فيه مأمن وفيه أمان لمن يكون ذاكر لله سبحانه وتعالى وتأتي هذه القوة يخير رسول عليه الصلاة والسلام لما مشلوه علي بن أبي طالب وسيدة فاطمة أو بالأحرى علي رضي الله عنه بعث السيدة فاطمة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام لما سمعوا أنه جابوا للنبي عليه الصلاة والسلام سبايا فرسل فاطمة قال يا فاطمة عمش لي رسول الله عليه الصلاة والسلام خليديك جارية كده تعينك تساعدك على الرحالة كده فذهبت فاطمة رضي الله تعالى عنها وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام جماعة فاستحيت ما قالت حاجة مشت شوية كده وجات راجعة وكانت حيية رضي الله تعالى عنها وهي سيدة نساء الجنة رضي الله عنها وارضاه بالليل الرسول عليه الصلاة والسلام جاه يعني شوف بعد ما قضى كل أموره صلى الله عليه وسلم وشوف الاهتمام يا فاطمة قبيل انت جيتي دايرة شنو قبيل جيتي وانا مشغول معي الناس الان فضيط دايرة شنو ما الذي تريدين ومع ذلك استحب برضا ما قالت فقال علي رضي الله تعالى عنه انا بعثتها يا رسول الله انا رسلتها صلى الله وسلم على رسول الله صلاة والسلام قال يا رسول الله انا بعثتها انا رسلتها بعثتها ليه قال لا عشان تديها جارية ساعدة وخادم تخديم او يخديم قال عليه الصلاة والسلام الا ادلكما الا ما هو خير لكما من خادم بدل ما اديكم خادم اديكم حاجة يحصل لكم من الخادم يعني شنو يعني بديكم قوة الله بديك قوة سميكم معك خادم يخدمك يساعدك ألا أدلكم على ما هو خير لكم من خادم بل لا يرسو الله قال إذا آويتما إلى فراشكما لما انتم شو تنوموا توضعا نحو وضعكم الصلاة طبعا الوضع حيكون قبل الفراش يعني قال صلى الله عليه وسلم ثم سبح الله ثلاثا وثلاثين واحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين سبحان الله ثلاثة وثلاثين مرة الحمد لله ثلاثة وثلاثين مرة الله أكبر أربعة وثلاثين مرة كده كمية خير لكم من خادم دي لو ما سكت فيها أخلكم يكون معكم بيشتغل قال علي رضي الله تعالى عنه والله ما تركتها مذ أن سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خليت الكلمات دي كلمات عظيمة ونحن برضو ما نخليها يا إخواننا نحن برضو ما نخليها سبحان الله ثلاثة وثلاثين الحمد لله ثلاثة وثلاثين الله أكبر أربعة وثلاثين خير لكم من خادم لمن علي رضي الله تعالى عنه قال والله ما تركتها مذ أن سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له رجل يا علي يامير المؤمن ولا في ليلة صفين ليلة صفين حرب وبعده مش حرب سعي فتنة كانت يعني فتنة كبيرة بين المسلمين والفتنة صعبة طبعا على المسلم يعني بقدر ايمان المؤمن بيستنكر الفتنة اللي بتحصل فقال له ولا في ليلة صفين قال علي ولا في ليلة صفين ما خلاص بيقي شنو بيقي تراتبة بيقي ديدا ثابت معاو يتأقلم على هذا يتضرمج على كده يا أخوان يتخلق الانوال ثابت معاه يعني ما يتغير يعني مش على خطة ثابتة وهنيان لمن يتدعاته يتدخطته يتضرمج على كده لمن يجي ينوم يسبح الله 33 يحمد الله 33 يكبر الله 34 إذن قوة الإنسان بحفاظه على أهده مع الله سبحانه وتعالى ودي الآيات التي تجمعانا إن شاء الله تعالى بعد الفاصل بإذن الله إن شاء الله أبقوا معنا بارك الله فيه الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا مجدداً للأخوات والأخوات ونستعين بالله حول الله وقوته وعونه وتوفيقه وإذنه ومشاءة إن شاء الله تعالى يتواصل الكلام حول تفسير سورة البقرة ونأتي إلى قول ربنا تبارك وتعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون تأتي الآية بعد الآية الوقفن عندها إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثير ويهدي به كثير وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه هذه صفات الفاسقين والفسق هو المروق فسقه مرقه خرجه والفاسقه خارج عن أمر الله تعالى والفأر اسمه الفويسق يا أخوان وبيقولوا فسقت الدبيبة الدبيبة الثعبان يعني فسقت الدبيبة إذا خرجت من جلدها والفأر سموه فويسق إما لأنه يعني ملعون أو لأنه عنده مخارج كثيرة من جحوري بغير فقط خارج يعني من الناس الفأر ملعون كيف ماهل العدل للإنسان النبي عليه الصلاة والسلام بيّن يعني أحاديث كثيرة ويقتل في الحلو في الحرام طيب الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقي دي صفات الفاسقين والغياذ بالله ينقضون عهد الله من بعد ميثاقي ونقض عهد الله العهد الأول يا أخوان العبادة العهد الأول توحد الله عز وجل قال الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان هذا العهد الأول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون فالعهد الأول عبادة الله تعالى ده العهد الأول بعد ذات أي عهد بإسم الله فهو عهد الله يا إخواننا أي عهد بإسم الله عهد الله الصلاة زات عهد بين العبد وربه وشكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركه فقد كفر وبين الرجل والشرك والكفر تركه الصلاة من تركه فقد كفر فصل العهد والله قال إلا من اتخذ عند الرحمن عهده لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهده والعهد هنا ابن عباس فسروا بكلمة لا إله إلا الله إذن لا إله إلا الله برضو عهد يا إخواننا وقال الله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين ما لو ولد أطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهده العهد لا إله إلا الله هل اتخذ عهد عند الله تعالى فعهد الله عز وجل ربنا أخذ علينا نعبد نؤدي فرائدنا واجباتنا التي أوجب الله والعهد بيننا وبين الله سبحانه وتعالى في العبادة الاستمرار على طاعة الله ومرضات الله سبحانه وتعالى طيب الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه والميثاق تغلظ العهد والأنبياء ربنا أخذ عليهم الميثاق أخذ الله ميثاق النبيين لماتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرون قال أقررتم واخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأوليكم الفاسقون فالأنبياء جوابه ميثاق وبرضا ربنا أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه هذا برض ميثاق وربنا أخذ ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بالوالدين إحسانا وإلى آخر الآيات ينقضون أحد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أكثر المفسرين قالوا المراد بها الرحم الرحم والقرابة صلة الأرحم عشان كده حتى في الفقه الإسلامي أو في الآداب والرقائق لما نقول لك الصلة مقصود بها صلة الرحم يعني لما نقول لك كتاب البر والصلة البر بر الوالدين مع إن البر الدين ده كل اسمه البر مش كده ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربة واليتامة والمساكين والسائلين وفي الرقابة وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهد مذا عاهد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم البتقون ده البر البر كالمجامعة والبر مطمئنت إليه النفس والإثم حاك في النفس وكرهت يطل عليه الناس لكن لما نقول لك البر كده برض الوالدين لما كانتهم العالية العظيم ولما نقول لك الصلة صلة الأرحام لذا كده كتير من المفسرين أو ممكن أقول لك أكتر المفسرين يقطعون معمر الله بيوصل قطعة الرحم ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض سبحان الله القطعة تجمعها الفساد أيضا قال يقطعون معمر الله بيوصل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يا ربنا جعل الأنبياء الأنبياء مسلسل سلسلة الأنبياء ختمهم الله بالنبي عليه الصلاة والسلام ورسول عليه الصلاة والسلام ضرب المثل قال مثل ما ابتعثني الله أو مثل ومثل نبينا من قبله كمثل رجل بنى بيتا فأحكم البناء بنى بيتا فأحكم البناء بنى بيت جميل وأحكم البناء وشيده إلا موضع لبناء لبنى طوبة يعني إلا موضع لبناء فأخذ الناس يطوفون بهذا البيت يعني يتفرجوا فيه يقولوا ما أحسنه ما أجمله ما أحسنه ما أجمله إلا مودع اللبنة لو اللبنة دخلتها كان البيت داكتما قال عليه الصلاة والسلام فأنا تلكم اللبنة صلى الله عليه وسلم ربنا كمل بيه والصرحة العظيم النبوات والرسالات والكتب اللي ربنا نزل من السماء فقال بعض المفسرين قالوا يقطعون ما أمر الله بأي يوصل يعني عدم الإمام النبي عليه الصلاة والسلام طيب يقطعون ما أمر الله بأي يوصل أي شيء ربنا أمر بيوصله إن قطع بيدخل فيه ده عندك في الحديث يا أخواننا من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله وقالوا ما أمر الله بأي يوصل الصلاة الصلاة ما تقطع صلاتك قطعت الصلاة دخلت في العية دي طوالي الصلاة ما خمس صلوات في اليوم والليلة عند أوقات وتوقيت معين ما تقطعه ولا دخلت في الآية دي سبحان الله شوف الآية دي تشبه الآية في سورة الرعد سورة الرعد قال الله عز وجل الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصله ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدر ولذلك زي ما قلت لك أكثر المفسرين قالوا دي صلاة الرحم قالوا قطعة الرحم في القرآن جاءت فيها اللعنة مرتين يا أخوان واللعنة صعبة والله كعبة شديدة اللعنة اللعنة الطرد من رحمة الله تعالى اللعنة الطرد من رحمة الله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم قطعة الرحم فيها لعنة عليه السبحان الله شوف هناك الآية آية سورة محمد عليه الصلاة والسلام فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ولاحظ في الآيات الثلاثة الآية دي في البقرة وآية الرعد وآية سورة محمد صلى الله عليه وسلم القطيعة مربوطة بالفساد الفساد في الأرض مع وقت احت الرحم عشان كده قاطع الرحم ما ترجو منه خير بالمناسبة ما ترجو منه خير أصلا قاطع الرحم ما ترجو منه خير دفن مفسد أصلا مهما ظهر بالصلاة والله مفسد مفسد شوف هنا الآية دي قال الله تعالى وَيَقْطَعُونَ مَأْمَرَ اللَّهُ بِأْ يُوصَلُ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قال الله تعالى يَقْطَعُونَ مَأْمَرَ اللَّهُ بِأْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَة قال الله تعالى فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِعُ أَرْحَامَكُمْ طيب دي آيات ثلاثة وعدها والرحب جاء الثاني في فاتحة سورة النساء قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة حيث عندنا قراءة متواترة اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام طيب اللي يتساءلوا بالأرحام كيف قالوا كان في عادة إبكانوا يقول ناشدتك الله والرحم يعني الرحم لكن هل يبقى المناشدة الرحم شرك من حلف غير الله فقط أشرك لكن أحيانا يكون يعني كأنما بتقول الإنسان تذكر الرحم البيني وبينك يعني هنا ما مسألة حليفة ولا قسم كما قال الله سبحانه وتعالى لا أسألوا عليه إلا المودة في القربة إلا المودة في القربة المودة في القربة فيها أقوال كثيرة يا أخوانا فيها مودة قرابة وهل بيتي وحديث ثانية لكن عندك نحن دائرين وجه الآية دي هنا أو وجه التفسير ده إلا المودة في القربة يعني أنا ما أدير منكم حاج يا أخوانا لكن في مودة بيني وبينكم رحم أحفظها لي فإثارة الرحم مطلوبة وردو مش كده يعني ابن عباس في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما نراجع من الطائف واشتد عليه أزا المشركين في الطائف ولما نتجع على البستان لعدب بن ربيعة أو شيب بن ربيعة دي لكابر المجرمين دي لها القتلوا في بتر قال فأخذتهم آصرة الرحم ما هم عمام النبي عليه الصلاة والسلام في الحساب كده يعني قال أخذتهم آصرة الرحم الرحم حركهم شوية فالرحم كانت عظيمة يعني وجاء في الحديث لما خلق الله الرحم تعلقت بالله جل جلاله قالت اللهم الرحم قالت كده اللهم هذا مقام العائذ بك من القطيع اللهم هذا مقام العائذ بك من القطيع قال الله للرحم أَوَمَا تَرْضِينَ أَنْ أَنْ أَصِلْ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعْ مَنْ قَطَعَكِ قالت نعم يا رب رضيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن وصل رحمه وصل الله تعالى ومن قطع رحمه قطعه الله تعالى وقطع الله تاني خلاص ده ما بتقوم له قائمة نسأل الله العافية سنقطع الله تاني ما بتقوم له قائمة أصلا يعني من وصل رحمه وصله الله تعالى ومن قطع رحمه قطعه الله تعالى وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام فلذلك مربوطة بالفساد والإفساد قطعة الرحم وصلة الرحم مربوطة بالصلاح والإصلاح يا أخواننا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه ربنا يبسط له في الرزق ويوسع عليه ويطول عمره ويبارك فيه ويجعل فيه بركة إذا كان واصلا لرحمه والصدقة على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة الوحي الذي يصدق على ذي الرحمه أجر مضاعف ثنتان صدقة وصلة صدقة الرسول عليه الصلاة والسلام فشوف الأحاديث كثيرة في هذا المعنى لكل دافع لأي مؤمن يا أخي إذا كانت الرحم ذات كافرة يتصلها أنت يا أخي خليك من مؤمن أو محمد لله ربنا جعلنا مسلمين مؤمنين أسماء رضي الله عنها جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام قلت له يا رسول الله أتتني أمي راغبة راغمة أعاصلها راغبة يعني شنو يعني دائرة قروش ودائرة يدوها ودائرة يدوها وراغمة يعني كارها الدين ومليانة حقد على الإسلام والمسلمين وعلى الدين أعاصلها يا رسول الله قال لي صليها وبريها مش تصليها بس صليها وبريها وشوف سماحة الإسلام وما دعا له عشان كده بقول لك دي بسموها حقوق دعت لها الفطرة وقررتها الشريعة دعت لها الفطرة أصلا الفطرة السوية الفطرة السوية الإنسان عنده الطراحة معه وربنا قال خلقت الرحم واشتقت لها اسما من اسمه ربنا سما الرحم والله هو الرحمن وهو الرحيم الله الرحمن والله الرحيم والله أرحم الرحمين سبحانه وتعالى وارحم بعباده جل وعلا وسمى الرحم ومن اسمه ذاته في رحمة يا أخي رحم فالآية تحتاج للتعمل الكثير والتفكر وعاجلة الثواب صلة الرحم وعاجلة العقوبة عقوق الرحم وقطعة الرحم وما من ذنب أجدر بأن يعجل الله له العقوبة في الدنيا من البغي والقطيع البغي الظلم إنسان ظالم عقوبة تبتجيه في الدنيا قبل الأخرى ده غير الراجي هناك ده غير حق الله هناك بعدين بديوها عاجلة هنا نسأل الله العافية ده البغي الظلم 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 أيوم القيامة ظلمات لكن في ظلمات في الدنيا قبل الأخرى والقطيع برضو قطعة الرحم ومخاصم رحمه ومشاكل مع رحمه وهاجر رحمه يعني سبحان الله حسنا كده الواحد لما نفكر في هذه الأشياء مهما كان في الرحم من التقصير وكذا انت تذكر إنك بتعامل بمعاملة الدافع الديني والوازع الديني ده لما انجل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسنوا إليهم ويسيئون إلي ده الأقاربين لكن سؤالهم شدو قدر مع واصلهم يقابوني قال عليه الصلاة والسلام كأنك إن كنت كما قل كأنك تسفهم المل زي بيسفهم المل المل تعرف المل يعني الرماد الجواه في نار الملالة الحارة في جمر صغير 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 جوا الرماد دي مسألة صعبة خلاص واحد قال طيب يا أخينا سففهم المل لا مان احنا في منافسة في الطاع يا اخوان دي منافسة في الطاع ش insbesondere الرسول عليه الصلاة والسلام worthy أشان يحسم لك الأمر ده قال لك ليس الواصل بالمكافي ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها المواصل بالمكافي المكافي شنو ماشينا اليوم جونا جونا ماشينا اليوم جونا نرد الزيارة وردينا الزيارة جونا تاني ده اسمه مكافئ ده ده ما واصل ده لكن برضه درجة ما بطالة ده نجاح ده اسمه نجاح خلاص نجاح يعني لكن الاعلى منه والثواب العظيم ده الواصل ده لو قطعه يصل برضه الشيكيز الرحم ما تتعامل معه بمعملت سائر الناس يعني ما بنمشي لي ناس ما بيجونا في الرحم ما تنفع الرحم تكون واصل ما تكون مكافئ طيب الواصل ده الدرجة العالية تحت منها في المكافئ مكافئ ده البرضه خويس ما بطال دج ورحمة ودج ورحمة ده اسمه المكافئ درجة أقل منها هو ما قاطع رحم ما وصل المكافئ ذاته ده مقصر لكن ما وقع في الحرام اللي هو القطيع عشان كده الناس كتاري سألوك يقولك يا أختي بس على الوسائل ده ممكن تبقى ايوة تبقى صلة رحم مالو الوسائل ده كلها التواصل والسوشال بيديا ده كلها نحن ما نستغلها في صلة الارحم بدل ما تبقى في قطيع وفي خراب وكده استغلها في صلة الرحم وفي الاحسان للناس في اي وسيلة كانت ولو بكلمة طيبة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله عليه الصلاة والسلام صلة الارحم وحسن الجواري صلة الارحم وحسن الجواري يعمران الديار ويزيداء في الاعمار صلة الارحم وحسن الجواري يعمروا الديار دارك يتبقى عامرة انت محسن ليجيرانك دارك عامرة وعمرك طويل العمر الطويل ده فيه نقاش بين العلماء بعضهم قال يعني ممكن قد يكون العمر محدود لكن بركات ربنا بيجعل في عمره بركة بركة بيتلحق وبعدين ما هون احنا كلنا ميتين ومفارقين والمات الليلة والمات قبل ألف عام ومليون عام كل واحد في النهاية راقدين كلهم فيه وبيبعثثث وبعدين كلهم لكن الاثر اللي بيخلف الانسان بعد ما انتقل الى الله تعالى من ضمن الاثار اللي بتبقى صدقات جارية وبيبقى حسنات متتالية عندما يكون الانسان واصل اللي رحيم ربنا بوفقه انه يختم له بخير وهو الناس كلهم ميتين واذا اراد الله بعبد خيرا استعمله قالوا كيف يستعمله يا رسول الله اذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا اراد الله بعبد خيرا استعمله قالوا كيف يستعمله يا رسول الله قال وفقه لعمل صالح فقبضه عليه هذا بيكون عداد رام طوالي عداد بكل رام جاري لحد ما يلقى الله تعالى يوم القيامة والاعمال بالخواتيم زي ما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام طيب هنا ربنا قال لك أولئك هم الخاسرون يعني الناس اللي بيقطعوا معمر الله بيها يوصلوا ويوصلوا في الأرض الناس خسرانين خسرانين أصلك ما تتوقع ربش من إنسان قاطع للرحم ولا فاسد في الأرض بعد ذلك سبحان الله دي خسارة في الدنيا وفي الآخرة هما ديك الخسارة الحقيقية فعلا يعني زي ما ربنا قال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ديك الخسارة الجد جد خسارة الكبرى والخسارة الحقيقية لكن هنا في خسارة برضو الربح الحقيقي الفوز الحقيقي في الدنيا طاعة الله وطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما والفوز يوم القيامة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون الفوز يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الورور نسأل الله فوز الدنيا والآخر فحد يسأل الله فوز الدنيا والآخر سعادة الدارين قرة العين ورض الوالدين وقضاء الدين وسعادة الدارين فربنا قال لي يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم يعني ما في مسوّغ أصلا يجعلك تكفر بالله ما في حاجة تتسوغ للإنسان أنه يكفر بالله أصلا ما في مبرر كيف تكفرون هذا السؤال كقوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره ما أكفر عنده حاجة معاني من معانيها يعني ما أكثر كفر الإنسان وما أكفره ألبي يخليك فرشنه ألبي حاجة بتخليك تكفر رسوله كقوله تعالى كيف تكفرون بالله كيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آياته وفيكم رسوله كيف تكفرون تتلى عليكم آياته وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم ربنا يهدينا الصراط المستقيم ألبي يعتصم بالله الله أداوه للصراط المستقيم فما في مبرر أصل وما في مسويق إن الإنسان يكفر وقتل الإنسان ما أكفر هل بيخلي يكفر شنه وما أشد كفر الإنسان كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا أمواتا كنت عدم يعني كان في الدنيا وما في إنسان بالمناسبة كان في كون وكائنات إنسان ما فيه في وجود وموجودات إنسان ما فيه في خلق ومخلوقات إنسان ما فيه ما كان فيه إنسان وهذا قول الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورة ما كان مذكورة صلى الله عليه وسلم ما فيه يعلم الله وحده لا ملائكة بعرفوا إنسان ولا جنب يعرف إنسان ما ولا الأرض ذات بتعرف إنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورة ما كان فيه إنسان ربنا خلق الإنسان بعد ما هيأ للكوند كله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ربنا خلق الإنسان وجعل له الكون ده كل كتاب مفتوح أمام الإنسان وعلموا وعلم الإنسان ما لم يعلم ربنا علم وداه العقل ولما ربنا خلق العقل جاء في الأثر أمره يمشي ويجي يتقدم يده فجعله الله في الإنسان ربنا أكرم الإنسان وربنا قال ولقد كرمنا بني آدم يعني إخوانا إنت كون ربنا خلقك إنسان ده إكرام من الله أقول الحمد لله أخي ممكن الواحد يكون أي حاجة ثانية يا أخي دهك ربنا أجعل منهم قرد وخنازير يا أخي فربنا خلقك إنسان الحمد لله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيله فالإنسان مكرم كون إنسان هذا الإنسان المكرم لما نخالف أمر الله بنزل تحت أسفل سافلين ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا عملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الإنسان المكرم المبجل المعزز دا الربنا أكرم وكرم بيمزل في الحضيط ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلة أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل السبيل شوف الإنسان من الزل الحضيط كيف لو خالف أمر الله سبحانه وتعالى كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ودي بيق الرباء يوم القيامة أمتن اثنتين وحييتن اثنتين وده لا وقفات وتتصل بما بعد إن شاء الله لكن ده كله بشاء الله في حلقة قادمة بإذن الله بحول الله وقوة إن شاء الله تعالى بإذن الله طيب الآن فاصل بعد ذلك نشوف الأسئلة اللي وصلت وإن شاء الله تعالى ربنا يسر الأمور السلام عليكم ورحمة الله بعد الفاصل نلتق إن شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء وقت ودور الأسئلة إن شاء الله نستعين بالله تعالى ونبدأ بالأخ الكريم سامر قرش يسأل عن قول ربنا جل جلاله في خواتم الإسراء قل ادعو الله وادعو الرحمن أيما تدعوه فله الأسماء والحسنة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا قل ادعو الله وادعو الرحمن أيما تدعوه هذه الآية ومثل قول الله تعالى ولله الأسماء والحسنة فادعوه بها جاء في سبب النزول أن أبا جهل لا عن الله أبا جهل أن أبا جهل سمع النبي عليه الصلاة والسلام يدعوك يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن فقال ينهانا محمد أن ندعو إلهين وسمعته بأولئتين يدعو إلهين أنا سمعته بيدعو إلهين سمعته يقول يا الله يا رحمن ويقول لنا ما تدعو إلهين وأنا سمعته يقول يا الله يا رحمن ما ربنا قال هم يكفرون بالرحمن هم يكفروا بالرحمن وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنا اسجدوا لما تأمرنا وزادوا النفورة فقال الله سبحانه وتعالى قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنة وقال الله لله الأسماء الحسنة فادعوه بها الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس والسلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنة يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز والحكيم فدمعنا الآية طيب قال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافد بها وابتغي بين ذلك سبيل عندنا معاني لا تجهر بصلاتك تصلر يا الناس ولا تخافد بها تخلي الصلاة تقول يا أخي الناس يشوفوني ولا الناس كانت شافوني تصلي يا رحي ما تتركه ما هو إنسان قد يتلقى الصلاة ما خافت الناس لأنه ممكن يقول لي ما بنسمح لك تصلي مثلا أو يقول لي أخي أنا كان صليت زي البراء أحسن ما أصلي ده مدخل من مداخل الشيطان بالمناسبة قال ابن مسعود إذا قمت تصلي لله لله ركعتين وجاءك الشيطان أنك ترأي فصلهما أربعا إرغاما للشيطان ثاني قم اديا ركعتين إرغاما للشيطان وابتغي بين ذلك سبيل طيب أخونا خالد أحمد بيسأل أو خالد حمد يسأل عن قول الله تعالى يا أيها الناس إن وعض الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغروف وعض الله حق وطالما أنه وعض الله حق والناس كلهم بيتمع عند الله ويوفيه بحسابهم ويحكم بينهم ويفصل بينهم خلاص يا أخي ما تقدر بالدنيا وما تمنى وما ترك الله فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الغرور الشيطان من أسماء الشيطان الغرور الدنيا ما تغررك والشيطان ما يغررك والناس كتار الدنيا غررت ربنا يحفظنا ونسأل الله السلام والشيطان بغرر الإسلام يجعله معلق بالدنيا إبليس والدنيا ونفسي والهوى دي لعداء الأربع يا أخواننا إبليس لعن الله الدنيا النفس والهوى ربنا بخلص العباد إذا اعتصموا به فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إن الشيطان لكم عدو الشيطان عدو لكم عدو ما تعاملوا معا ملا الصديق أصلا ما بيبقى لك صديق الشيطان شفت لو اتبعت وبيقيت معاه وكذا في النهاية كمثل الشيطان إذ قال الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إنه خاف الله رب العالمين فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراطه مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون الشيطان عدو بيتخذوه عدو الفائزة اللي بيتخذ الشيطان عدو بعدين الشيطان عداوته ما متسوس بالمناسبة إنه لكم عدو مبين يعني ما أضمر العداوة عداوته ظاهرة ظاهرة ولا داسية هو بيزيل للناس والعمال كما قال الله سبحانه وتعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوم أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما شركتمني من قبل فالشيطان عدو مهمة هدف الدائر يصل له يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير دائر يسوق الناس معه أكبر كمية من الناس وقال قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلة الله قال لي اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة واستفزز من استطعت منهم بصوتك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فالشيطان عدو الفائزة العاملة الشيطان عاملة عدو وتستعز بالله من شر الشيطان خلاص الله بيحصمك إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون فبعزاتك قال رب ما أغويتني لغوينهم بما أخرتني لغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فربنا جعلنا من المخلصين المخلصين طبعا تقرأ في المتواتر إلا عبادك منهم المخلصين وتقرأ إلا عبادك منهم المخلصين أخونا أصيل محمد يسأل عن قوله تعالى وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخَلْصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ هذا كقوله تعالى لا تكونك الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وليك لهم عذاب عظيم فهم ما تفرقوا إلا بعد ما عرفوا الحق وعرفوا الدين الحق وربا نزل لهم الكتاب وما أمروا إلا ليعبدوا الله يعني الشيء ربنا أمرهم به يسير يسير على من يسر الله عليه يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة هذا الدين القيمة هذا الدين المعتبر عند الله يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة هذا الدين المعتبر القيمة عند الله سبحانه وتعالى المقبول عند الله عز وجل فإذا حققوا ذلك حققوا دين القيمة بعضهم جعل قال يعني أولئك ما أمروا إلا بهذا لكن هذه الأمة أمرت بهذا وأمروا كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة دين القيم الدين القيم يعني الدين الصراط المستقيم المعتبر عند الله سبحانه وتعالى المقبول عند الله عز وجل ونسأل الله يهدينا الصراط والمستقيم ونسأل الله يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا إجي التنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنا وصينا للبر والتقوى برحمتك يا رحمة الرحيم يا رب العالمين شكرا جزيلا لإخوة والأخوات تحايا فريق العمل منتظرين منكم الدعوة الصالحات إن شاء الله جديد القيم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رفيق السهوء شريع عبر لمن اعتبر وصاف عذوب هو الملتجى لمن التجى يزيل الكروه كيان مبين به نستبين نواحي الدروب كلام العليم ونجوى الرحيم شفاء السقيم كالندى كالنسيم ربيع القلوب ربيع القلوب شكرا جزيلا خلغτη